من أجل حال حالة المشاكل ووضع الآلية المثلى في ظل تفشي جائحة كورونا جاء الاجتماع الدوري الثاني للمراقبة رفقة إداراتها والمعنيين بمرحلة التعليم الأساسي لدراسة كافة التصورات والخطط الإيجابية لإنجاح الفصل الدراسي كان فيه إجابة من أعضاء التدريس بخصوص التقسيم الجديد مديرو المدارس بالمرحلة الأساسية كانت لها مجهات نظر طرحت على مراقب التعليم بالبلدية في حين نوقشت مع المسؤولين للخروج بنتائج إيجابية تتواؤم مع العملية التعليمية في تلقي التلاميذ المنهج الدراسي بصحة وسلامة كان النقاش حول البداية العام الدراسي والضغوطات التي صارت وطبعا في ضل جائحة كورونا ما ترتب عليه الدراسة يوم بعد يوم فتمت المناقشة واختينا توصيات بنهاية الاجتماع مشاكل عرضية وأخرى ثانوية وتفشي فيروس كورونا على مستوى العالم يجبر أصحاب الإختصاص داخل المؤسسات التعليمية على متابعة دورية وعمل مستمر لتفادي الجوانب السلبية المصاحبة لذلك وسام الزواغي لقناة ليبيا بنوراما طرابلس ترجمة نانسي قنقر